مشاهدينا بصباح اليوم الفني منستضيف صاحبة الصوت الكبير والموهبة الأكبر الطفل المصرية ياسمين أسامة يلي أبهرت الجمهور العربي كله بصوته الجميل جدا واللي ذكرنا أكيد بأصوات عمالقة الفن المصري والعربي ياسمين أسامة أدي أنت حلوي وأدي صوتك حلو وأدي أنا مبسوطة أنه صباح اليوم بيبدأ معك مرسي ياسمين اشتقتي لـ The Voice Kids يعني مرأ سنة على هالتجربة اللي أكيد أثرت كتير بحياتك الشخصية والفنية اشتقتي للإصلالات أمام الجمهور اشتقتي للمدربين خبرين أكيد أكيد بجد وحاسني قوي وحاسني صحبي جدا ونفسي أنا نفسي عادي التجربة دي تاني وقابل صحبي تاني 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 طيب ياسمين خبريني بعد سنة من مرور هالتجربة الفنية اللي خطية بهالبرنامج برنامج المواهب شو تعلمت وشو كنت تحب كتير وشو كنت ما تحب كوني صريحة هيك وقلي لي أنا يعني تعلمت أن أنا أقف على المسرح وقوف على المسرح ده فويس يعني حاجة يعني مسرح غير أي مسرح تاني بيعلمني أن أنا ما خافش أو يعني بقف قدام نجوم كبار ما خافش ويعني بغني للناس بفرح الناس نعم ياسمين بهالتجربة الفنية اللي خطية أمام الجمهور العربي كله وأمام أساتيزة بالفن مثل ما قلت وأمام كمان أطفال مثلك حابين كانوا يتسابقوا وينالوا اللقب الجمهور رشحك الجمهور اختارك يعني أنت قبل ما تبدل بمسيرتك الفنية حب الجمهور معك صح؟ طيب آه الحمد لله ما نلت اللقب بآخر حلقة حسيت حالك انظلمت ولا أنت اليوم بتقليلي لا فاتن أنا راضية عن هالتجربة وما بيأثر يمكن ما نجحت أو ما أخدت اللقب بس أنا رح أثبت حالي أنا مش هقول لان ظلمت لأن يعني حاجة عادي أنا مش فرقة معايا قوي يعني بس أنا فرحانة كفاية أن حب الجمهور ليا وحب الناس ليا في ناس كتير بتحبني وبس أنا بالنسبة يعني في بالنسبة لناس كتير أحلى صوت صحيح وأنت أحلى صوت وأحلى وجه وأحلى ابتسامة صباحية اليوم شما لك تسمعينه؟ حاجة الوردة يلا حسنًا 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 يا نور عناية حبي فيها كان بيكبر مثل الليلة واكتر والله مثل الليلة واكتر هد كل الليلة واكتر شوية بحبك هد عمري ونور عناية يا نور عناية بحبك هد اللي فات من عمري بحبك هد اللي جاي من عمري بحبك وشوف قدق شوف قدق بحبك الله عليك يا ياسمين ياسمين قالوا عنك انك المطربة او المطربة الكبيرة وصفوك وحمائي قال انه هو شايف مستقبل مصر فيك صح؟ طيب انت عارفة شو معنات هيدا الحكي؟ انت بتعارفة شو يعني تكون المطربة الكبيرة عند مغنيتي يا صباح الخير يلا مكلسوم؟ انت بتعارفة شو معنات حمائي يقلك شايف فيك مستقبل مصر؟ خبريني حاجة كبيرة حاجة كبيرة جدا كبيرة اوي رحانة جدا يعني مش حاجة كبيرة عادي حاجة كبيرة اوي 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 قدي حاسي انه عندك مسئولية اليوم انه تسبتي انه انا ياسمين قصامة ايه انا كنت بستحق هيدا الحكي كله يعني او انا الحمد لله بشتغل على نفسي ونزع حسب الناس شايفيني ازاي وكذا طيب ياسمين انا بعرف انه انت كتير بتحبي حسين الجسمي صح؟ ام وهو عامل اغنية جديدة سمعتيا؟ او اكيد بتغني لي ايها؟ حاض يلا حبيبي بالبنت العريد غالي وارب الوريد حات تتشخص جنون بيقولول انا بك مريد اتاري كل ما احب فيك بد منك وبقت مزاج اتلاحق بقدي في ايديك ما انت في لقاك العلاج اه لقيت طبطبة واو لو ما انتش بعيد دحكتك فيها كهربة ببقى زي وحج جديد اه لقيت طبطبة واو لو ما انتش بعيد دحكتك فيها كهربة ببقى زي وحج جديد جديد شو حلوة ياسمين ياسمين هاي دي الاغنية رح نزلها على السوشال ميديا وحاعمل تاج لحسين الجسمة من شان وقت يكوني عم تعمل حفلة انت ويهي في دوباي تطلع تغنية معه يارب ان شاء الله ياسمين خبريني بعرف عم بتحضري لاغنية جديدة صح؟ بس كمان بعرف انه في دعاء اعملتيه برمضان كمان لقى اصداء كتير حلوة خبريني عن الدعاء طبع رمضان ومن بعدها خبريني وين صرت باغنيتك الخاصة الاولى هو دعاء رمضان انا سجلته قبل رمضان باسبوع غالبا تقريبا تمام وهو من اهداء لاطيف جروب نعم وبس يعني طيب خبريني هلا عن اول اغنية رح تكون بمسيرتك الفنية الاحترافية اللي بدأت من سنة صح؟ شو حتكون الاغنية طرابية اقاعية شبابية عم تتوجه فيها للاطفال عم توجه فيها للكبار اللي عشقوا صوتك الطرابة خبريني هي الاغنية هادية يعني ممكن تكون شبه اغاني للي مرد شوية نعم الرتم ده هادية وهي رومانسية هاي مش سني رومانسية بس يعني مش انا اللي همصرها انا اغاني بس مش انا اللي همصرها في خصوص 14 طيب كطفلي عمري 14 سنة انت شو بتحب تغني؟ يعني اليوم سمعناك نحنا بألوان مختلفة وشفنا قدي صوتك قوي وشفنا قدي انت اكتر من جميلة عندما تغني طرابة وعندما تغني اغاني تقيلة انت شو بتحبه؟ انا بحب اغني الاغاني اللي ام كلثوم والوردة بحب اغني الطراب وبحب اغني الجديد يعني بحب الاثنين بس بحب الطراب اكتر عشان فيه امكانيات بيباي امكانيات صوتي يعني انت حاب بوقت تكوني عم تصدري اغاني لقلك انت وتكوني انت اللي عم تختاريهم هيكونوا طرابية مش هتروحي على الاغنية الخفيفة الاقاعية اللي بترقص اللي ممكن كل حدا عالطريق يسمعه وهو مبسوط وعم يرقص لا لا عادي انا ممكن اغني الاثنين عادي بس انا يعني انا كا انا بفضل اغاني اللي هي بتبقى سريعة بس فيها امكانيات صوت طيب اغني اغني اصالة مثلا حلو بتغنينا شي لاصالة اوكي تمام يلا شو هتسمعينا الورد البلدي يلا لما يهل الورد البلدي كل الورد يخاف بالعربي اللي ما شفش العربي يبقى لا عش ولا شام ابن بلادي يا مالك قلبي يا محلي الايام وشهمتك تتكلم عنك مش محتاجة كلام الله غيرتك علي حياة احساس جميلة عايشة من اللي حبيبي انا هلقى الامان وياه طب لما يهل الورد البلدي كل الورد يخاف بالعربي اللي ما شفش العربي بقى لا عش ولا شام مش معقول طبقات صوتك بتودي وبتجيب يا ياسمين ما شالله عليك عن جد ياسمين ما خبرتيني الحان الأغنية كلامة وزيعة وهل انت كمانا بتتابعي الملحنين والشعرة والموزعين يعني بتتابعي شو عم بيصير بالوسط الفني وهيدا شو كتب وهيدا شو لحن بتتابع هالاشية ولا لا بهمك الغنية متل ما هي لا لا بتابع كله اكيد يعني طيب خبريني هلأ الجزء الاهم شو عاملي بالمدرسة يعني اليوم انت فدتي على تلميذة مدرسة عادية خرجت نجمة مش عادية خبريني رفقاتك بالمدرسة خبريني رفقاتك بالمدرسة خبريني معالماتك معالمينك يعني بعد هالتجربة الفنية اللي شهرتك بالوطن العربي كله كيف التعامل معك وكيف عم تتعامل مع رفقاتك عم تشوفي حالك عليهم لا لا خالص مش بتكبع عنديش التكبر ده ما بيس خبريني شو عاملي بالمدرسة هم وصحابي بيحبوني جدا وانا بحبهم وانا معنديش يعني هم كانوا بكريني ان انا بقى هارجع من دابويس متكبرة وانا موضاتك بويس داي خلييني اتكبر عليهم بقى وكده بس لأ العكس خالص والمدرسين برضو حابيني جدا طب ياسمين كيف عم بتتوفقي بين الدرس دراستك وبين انه تتدرب وتهتم شوي بالفن انا الدراسة عندي نمبر وان يعني الدراسة عندي بذاكر وبعمل كل حاجة واكيد مش هذاكر طول الوقت ففي وقت الفراغ بقوم اتدرب او اسمع اغاني احفاظ اغاني جديدة واعمل فوكاليز هنمي موهبتي وكده نعم مين بيدربك في البيت ماما هيل بتدربني وفي المايسترو محمودة بوزيد برقة كراء التزوق وبالطرف الأوبرا مالما يسر عبد الحميد غلالغفار طب قدي امك يعني انا بعرف انه انت اخدي الفن قد ما امك مهتمة بان اتطور لك هالموهبة قدي بتقليلي انه ايه انا بعتبر انه امي مثلا هي المسألة الاعلى قدامة بالبيت هي المهتمة هي خبريني عن هالعلاقة بينك وبين والدتك ماما وصلي الالف كل حاجة هي اللي بتعلمني كل حاجة غنو واي حاجة وماما دكتورة وانا نفشي طلع زيها يعني انا يعني ياسمين يعني انت وقتها تكبري اليوم بدأت كتير صغيرة بالفن وماشاء الله عندك موهبة كتير حلوة وقتها تكبري حتكوني متفرغة للفن ولا لا حتكون عندك مهنتك ودراستك ونجاحاتك الى جانب الفن لانا بتعرفي يعني كل اللي يبدوا بهيدا المشوار بيكونوا خلاص ملتزمين فيه لو انا عايزة اكون يعني زي يعني زي مثلا المطربين الكبار بيغنوا في الأوبرا اكون حد معتمد في الأوبرا وبجانب الدراسة ان انا ادخل مثلا كلها كويسة طب وكده يعني علشان يبقى معي شهادة كويسة وكده طب ياسمين بوقت الفراغ بتتدربي على الموسيقى والغنى صح اي متى بتلعبه اي متى بتروحي انت واصحابك اي متى بتحسي حالك لانو انت بالنهاية ياسمين طفل اليوم بعدك لازم يكون عندك حياتك الخاصة صح اه طيب عادي انا بالعب وانا بالعب وبذاكر وبتضرب على الغنى عادي انا بتعمل كله طيب قدي انت وصحابك عندما تكونوا قاعدين بتكون انت مطربة القاعدة يعني ياسمين يلا غني لنا ياسمين يلا يلا سمعينا اه بغني لهم بتغني لهم صح طيب ياسمين بدي اسألك عن عن الفن اه مين احبه شخصية غنائية فنية على قلبك بالنسبة للقديم يعني ام كلثوم ووردة والجديد اصالة وحمائي وانغام وبس وبس طيب بدي اسمع منك شيء وبدي ارجع احكي وقول للمشاهدين انه انت مش بس صوت حلو انت حدا متفوق بالمدرسة ما شاء الله عليك هالشي اللي انت ما ذكرتي بس انا بعرف العصفورة قالتلي سمعينا الشيء سبوا لي قلبي ورحالو لا اسأل انا ولا تسألو سبوا لي قلبي ورحالو لا اسأل انا ولا تسألو قلبي خلاص من يوم يا ناس لا فرحوا ولا زالو قلبي خلاص من يوم يا ناس لا فرحوا ولا زالوا مدام انتوا فكرين الهوى نقضي السنين صبر وحنين دمع وقانين نقضي السنين صبر وحنين دمع وقانين اه ابقى الفراء بالشكل دا ما اسغلوا ما اسغلوا ما اسغلوا الحلو والغريب يا ياسمين انه موهبتك وادائك وصوتك وقوته بمال وعمرك وبرقتك وطفولتك بمال تاني يعني عم بتطلع فيك هالصوت كله عم يطلع من هالبنوت الحلو القاعدة بوجه الصغيرة اللي بعدها باول طريق شو تركتي لبعدين خبريني خبريني احلامك الفنية شو يعني اوكي بدك تكوني مطربة معتمدة بالاوبراء صح بس عبالك تكوني مشهورة عبالك كل العالم تعرفك عبالك تعملي فيديو كليبس عبالك توقفي امام كاميرات تتمسلي يعني ليكي سؤال من بعد دفويس والعالم كله عرفتك مثلا بلشت عملي ضايت لان انا بعرف ان انت كتير بتاكل شوكولات يعني بلشت تهتمي اكتر انه انا شاب لي كيف بده يكون خبريني خبريني ايوه تميت ان انا اخس يعني انا باكل مش عملي ضايت يعني بس باكل قليل اكلت اكلي الشوكولات شبه ما انا عطاها مش مبقيتش بحبها قوي طب ياسمين بعد دفويس طلعت عمسة ريح وبعرف كان عندك حفلة في دبي مع الجسمة ويارا كمان الشعور اختلف يعني ان عندما تغني قدام جمهور جاي يحضرك وقاطع تيكت غير اكيد ما تغني على التليفزيون ببرنامج خبريني قديستة بتاعتي انه انت عم تشوفي الجمهور اللي صوت لك وحبك وشجعك مباشر على المسرح طبعا كنت فرحانة جدا في ناس كتير بتحباني كانت بتتفرج علي في حفلة دبي ويعني انا ما كنتش خايفة ان انا اغني على مسرح عادي لان انا كنت قبل دفويس بغني على مسرح اوبرا برضو ويعني شبه تعودت وبعد دفويس اخدت يعني حاجة اخدت ما بقيتش بخاف عم بتشوفي عم بتشوفي اصحابك اللي كانوا مشتركين معي مشتركين معك بي دفويس مش بشوفهم يعني بس بنتكلم بنتكلم اذا حتعملي اغنية غير الاغنية المصرية غير اللغة المصرية اغير بدك تعملي اغنية غير اللهجة المصرية اي لهجة بتحبي تغني ممكن خليجي بصلا لمين بتحبي لمين بتسمعي لمين حافظة انا بسمع لحسين الجسمي وممكن يارا بس يعني انا ممكن بفضل اللغة الخليجة شوية ياسمين انا بدي اتشكر وجودك معنا وبدي اتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله يا رب شوفك اهم مطربة بالوطن العربي دخيلك ودخلها الصوت ودخلها الضحكة صباحك خير ان شاء الله وايامك كلها خير وبدنا هيك نختم ان احنا وياك بشي اغني هيك انت بتختاريها جمال الدنيا يا احلى يا احلى يا احلى لي وانا وانا وياك وسعت القرب تغنى 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 لي ما دمت معاك يا محلة البصحى من갈ها لانا احلى يا احلى يبرم بشي اغنى تغنى 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 nominees ربعه يوميا من تغنى 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 تغنى蒸ا يوميا يوميا يومياها purchases اغنى تغنى طريقة لانا وياك جمال الدنيا مشنامك ولن تغنى 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 mi وحبتها على قدي شاهدت الدنيا دي وحدي وحبتها على قدي لكن مقدارها زاد عندي وحليت لي وانا وياك دي ساعة القرب تهنالي تهنالي ما دومت معاك شو حلو وسلمت امك حبيت تسمعينا شي لحمائي قلت بتحبيه حمائي اه حافظة شي اكيد يلا يلا نسمع شي لحمائي اه ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش يا سايب ارضينا ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش قولي مين هيملى في يوم مكانك قولي مين يعوضني حنانك قولي مين فحوزني قولي ما لك قولي مين قولي مين قولي مين قولي مين قولي مين شكرا